السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ومعاكم أخوكم طارق الجاسر وفي هذه المراجعة راح أستعرض لكم سماعة هواوي 3 Buds Studio وليش سموها Studio؟ والظاهر أنه هواوي راح تدخل بقوة في عالم سماعات الرأس احنا نعرف أنه في سماعات أذن وفي سماعات رأس اللي احنا نلبسها طبعا في مركات كثير شهيرة ومشت في السوق وعلى قولتهم يعني مسرعة بقوة طبعا احنا نقدر نستخدمها في الاتصال في عدة أجهزة وهذه معلومة إذا جهازك يدعم البلوتوث فتقدر تتصل مع هذه السماعة سواء كان جهاز محمول اللي هو لابتوب أو جهاز جوال أو أجهزة أخرى تدعم البلوتوث فأنت تقدر تستمع مباشرة من هذه السماعة وتستخدمها طبعا حاطين فيها مواصفات كثيرة مثل عدد المايكروفونات أيضا العزل أو الاستماع إلى المحيط الخارجي بتكلم عن تفاصيل كثيرة أول شيء بنستكشف اللي بداخل الصندوق هذا اللي موجود بداخل العلبة وهذه حقيبتها موسيقى جميلة العلبة وموجود هنا الـ USB Type-C مكان الشاحن مغناطيس يقول لنا لما نسحب بيدنا كذا على فوق نرفع الصوت ونخفض الصوت هنا استقبال المكالمات نقدر نشغل إذا في مادة صوتية جاهزين نستمع لها ونغلق المادة الصوتية هنا يمين ويصار السماعة كلها تقبل الإيماءات عن طريق اللمس من الأعلى والأسفل يمين ويصار وعندنا الضغط اللي موجود عندنا مدخل الـ USB Type-C عندنا هنا زر ANC هذا الـ ANC اللي يخلينا نستشعر الأصوات المحيطة طيب هنا في زرين زر التشغيل زي ما تشوفون وزر البلوتوث من داخل السماعة حاطينا علامة الـ Right اليمين والـ Left اليسر السماعة نقدر نحن نخلي حجمها طبعا على حسب حجم الرأس لا نصغر هنا أيوك كده يعني في زي وسادة من الخل خليتها ما تألم لو أحد جاء كلمك بتنزل السماعة وهذا جوال هواوي Mate 40 Pro طبعا شركة هواوي زي ما ذكرت لكم عندهم نظام إيكوسيستم أو بيئة موحدة للربط مع سماعات مع الساعات الإكسسوارات النظارات وغيرها لكن اللي يهمنا أيضا أنه هل السماعة هذه تنربط مع بقية الأجهزة؟ نعم تنربط عن طريق البلوتوث لكن الآن راح نشوف كيف طريقة اقترانها مع هواتف هواوي طريقة بسيطة جدا أول شي نلبس السماعة ثاني شي نضغط على الزر التشغيل الحين نقرب الجوال من عند السماعة ورح يتعرف على طول عليها يقول لي كونكت والحين أبغاكم تخوضون التجربة معي أخذ المايكروفون وحطه عند السماعة عشان تشوفون كيف استجابتها مع الإمعات والصوت انقطع أول ما شلت السماعة رجع الصوت والحين في الختام بتكلم عن أهم المواصفات والمميزات في سماعة هواوي 3 Buds Studio طبعا إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل تأطينا عمل يصل إلى 24 ساعة وفيها الشحن السريع يعني ممكن نشحنها 10 دقائق وتأطينا عمل أو استماع إلى الموسيقى أو إلى مادة صوتية إلى خمس ساعات فيها ميزة إلغاء الضوضاء ليونة الجلد أيضاً ما تعطي أبداً شعور بالتعب أو الإرهاق أو الضغط على منطقة الأذن العزل جميل جداً فيها نقدر نستخدمها في الاتصال بالهاتف وبس هذه مراجعتي لسماعة هواوي 3 Buds Studio هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر لا تنسون تفعلون زر الاشتراك والتنبيهات حتى يصلكم كل جديد وشرفوني أيضاً على حسابي على تويتر في أمان الله